ترجمة نانسي قنقر أن البحرين الصدارة في إنشاء مفوضية حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهذا يعتبر إضافة نوعية لمملكة البحرين امتثالا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها المملكة نعم دكتورة ما هي أهم المهام التي يطلع بها هذا المنصب؟ في الحقيقة هناك العديد من المهام التي إن شاء الله سيتولاها مفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منها ما يتعلق بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية والمساهمة في نشر الوعي بين الأطفال وأولياء الأمور فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الطفل ورح يكون إن شاء الله بمثابة سفير لآراء الطفل من خلال الالتقاء بالأطفال والاستماع للطفل ومثل ما نقول إحنا التعبير بصوت الطفل نعم دكتورة ما هي خططكم للعمل مع الجهات المعنية لتطوير قطاع حقوق الطفل في مملكة البحرين؟ مفوض حقوق الطفل في مملكة البحرين هو بمثابة الشخص أو المسؤول المفوض للتعبير عن المشاكل ونقل الآراء المبثقة من الأطفال قياساً بالأوضاع اللي يمرون فيها الأطفال بالتنشأة الاجتماعية على سبيل المثال قضايا متعلقة بحقوقهم في التعليم في الصحة حصولهم على الخدمات ومدى وعي الطفل نفسه بحماية نفسه من المخاطر والتحديات الناجمة اليوم عن انتشار المتسارع للمعرفة تطور التكنولوجي الحاصل فمفوض حقوق الطفل من خلال أدواره راح يقوم بالاستماع للأطفال من خلال لقاءات مباشرة مع الأطفال بالتعاون مع المؤسسات الحكومية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الجهات المختصة ذات العلاقة بالطفل المعنية بتعليم الطفل أو تقديم خدمات معينة إلى الأطفال في مملكة البحرين وبذلك يكون دور كبير على مفوض حقوق الطفل في أنه يجري العديد من الدراسات من خلال المقايسات ومن خلال الزيارات الميدانية بالإضافة لهذا الشيء مفوض حقوق الطفل غير أنه سيسعى إلى تعزيز الشراكات داخل مملكة البحرين وهي موجودة 100% حاليا باعتبارنا نحن تحت مضلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فإحنا مجتازين للكثير من الأدوار ومهيئة لهذا الدور فقط نحتاج أن نركز على موضوعات وقضايا الطفل بحيث يشعر الطفل فعليا أن هناك جهة معنية به بالإمكان أن يتوجه إليها عبر آليات معينة يعبر عن رأيها ويكون مشارك أيضا في صنع القرار فنريد هذه الثقافة أن تعزز موضعته مملكة البحرين من تشريعات وقوانين وأنظمة ناعمة لحقوق الطفل نعم إذن دكتورة حرية نتمنى لك كل التوفيق في هذا المنصب الجديد وفي الوصول إلى الأهداف المرجوة شكرا جزيلا إذن دكتورة حرية الديري مفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لتواجدك معنا شكرا